محمد أنا عايز أتألك في حاجة أنا كان معي مبارح كابتن جاد جريش الخبير طبعاً التحكيمي كابتن جاد كان بيقولي أن إحنا منستقدمش هو وجهة نظره منستقدمش خبير مقيم خبير أجنبي مقيم علشان يطور التحكيم في مصر لا وقال الحكام زي ما هم موجودين بس نعمل إيه نعمل حد زائر يعني خبير زائر يجي يقول والله إحنا ممكن نطور إيه كنسلطانت كمستشار فقط لا يتولى الإدارة الفنية للجنة الحكام رأيك إنت إيه في الموضوع ده هو الرأي بتاع كابتن جاد جريش ده أصلاً مبني على أن ده القرار أو الرأي الأغلب لجميع الحكام في الدور المصري اللي عانوا مع فتر كلاتنبرج ما شافوش أي نوع من أنواع التطوير يعني حتى في أحديث مع بعض الحكام كانوا دايماً يتكلموا حكم مثلاً حكام الفيديو أو حكام الفور مثلاً على سبيل المثال كانش فيه أي تطوير ليهم أو أي أمور خاصة والحكم اللي تم تعيينه مؤخراً كان حكم إنجليزي أيضاً شافوه مرة واحدة في بداية الموسم بعد كده ما شافوهوش تاني فهو ده كان وجهة نظر كابتن جريش أن الحكام اللي موجودين ما فيش أي نوع من التطوير بيقوموا بيه فيبقى الأفضل لا حكم ييجي زائر يعني ييجي يدز محاضرات يفهم الحكام يطلعوا على أفضل آه يعني هو عايز يحل المشكلة فقط يعني هو بحل المشكلة اللي كان بتاعت كلاتنبرج بيوجود كونسلتنت أو بوجود مستشار أجنبي زائر بلاي يتولى لهو يعني ما يكونش على رأس اللجنة يعني معظم الحكام كمان أستاذ رجاء يعني غير مقتنعين أصلاً بفكرة حاكم أجنبي يعني شايفين كمان كانوا بيشوفوا إن كلاتنبرج مش هو الاسم الكبير كانوا عندهم مثلاً واحد زي كابتن أصامة فتاح كابتن جمال الغندور أسماء كبيرة بتدي أصلاً هي محاضرات برا في الكاف وفي الفيفا سنقاسف معلش محمد صد بعتذر طبعاً هو إحنا عندنا أي حكم مصري كان في أي من النماذج بتاعت كاس العالم طبعاً جمال الغندور لا 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 أنا بعد جيل جمال الغندور أخر مسحة كان محمد أبو رجال كان مساعد الحكم المصري المساعد كان موجود في كاس العالم بس كان واحد حكم واحد بس يعني مساعد مش حكم ساحة أنا بكلم عن حكم ساحة أخر حكم ساحة كان كابتن جهاد جريشا في 2018 ده حقيقي احنا في 2023 23 كابتن أصامة فتاح بالمناسبة هو محاضر في الفيفا أصلاً فهو بيدي محاضرات فهو ده الحكام اللي كانوا بيشوفه هو يعني ممكن يكون إضافة عن كلاتنبرج لا هو بالمناسبة يعني اه يعني هلنا الحكام انت رايز تقولي هلنا الحكام مصري الحكام عدرة في مصر تمام وإحنا مش محتاجين خبير أجنبي هو بالمناسبة الكابتن أصام بس يعني هتداخل مع مطوع انه يعني من ضمن المفارقات اللي حصلت انه كلاتنبرج بعت للفيفا علشان يبعته حد يحاضر للحكام فمصر يعني تطويره كافة بعتوله الكابتن أصام عبد الفتاح يعني كانت هي دي كانت مفاجرة أنا هو محاضر ومصنف يعني كانت أنا أصامه اسم كبير وتاريخ كبير يعني طبعاً طبعاً فهو ده 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 كابتن جمال طبعاً اللي بيتكلم من على الأساسها كابتن جهاج جريشا انه احنا عندنا حكام مميزين او حكام سابقين يقدروا يقودوا المرخلة طيب عندنا نسا مواضيع احنا نسا مكملين قاعدين مع بعض شويتين بس خلينا نطلع طيب يفاصل يا جماعة ونرجع لكم تاني رجعنا لكم مرة تانية بنكلم بقى عن يعني الكواليس اللي بتحصل فيه الرياضة المصرية معانا عشر دقاي وعايزين نتكلم على ثلاث مواضيع ما عرفش هنعملها ازاي بس ان شاء الله هنعملها طيب نبدأ الاول بي منضوع بتاع كابتن اسامة نبيه كواليس التولي الادارة الفنية في نادي الزمالك عندنا كمان عايزين نعرف الملف بتاع كابتن محمود قهرابة وصل لفين وعايزين نختم به نادي الاسماعيلي تمام اسامة نبيه طيب هو كابتن اسامة نبيه تم اصدار قرار تعيينه رسميا بالامس عقب مباراة غزل المحلة اللي انتهت بهزيمة الزمالك طيب كواليس تعيين اسامة نبيه ان هو واحد من ابناء نادي الزمالك واحد اشتغل مع الزمالك لحد فترة قريبة تحديدا لحد يوم 2 يناير كانت اخر مباراة ليه مباراة اسوان وبعدها اعلن استقلته بسبب بعض المشاكل مع البرتغال في ريرا انه مش قادر يكمل معاه فكان من هنا اقدرت الزمالك ومسؤول الزمالك خادوا القرار انه عايزين حد اللي هيجي ما فيش فرص يعني ما فيش مساحة في الوقت الحالي لاستخدام مدرب أجنبي او مدرب جديد لسه يتعرف على الفرقة فاحنا عايزين واحد يشتغل مع الفريق في الفترة دي فكان اسامة نبيه هو اقرب واحد يشتغل في الفترة دي تم يعني اسناد المهمة ليه واسناد المهمة برضو كأحمد عبد مقصود مدرب مساعد كان معاه وراحل لسه من المباراتين للبنك الاهلي ورجع تاني تم يعني معتها دعيم بواحد زي كابتن اسماعيل يوسف مدير قرة يكون موجود معاه يقدر يعني ينظم له الأمور داخل الفريق شوية خاصة أن الأمور داخل الزمالك وغضة اللبس داخل الزمالك ما كانتش على الوضع الأمثل والنتيجة لها أن الزمالك في السنة الجديدة 2023 خد ست مبارات لم يفز في أي مباراة صارت من أسوان من الأهلي من غزل المحلة بالأمس التعادل مع الاتحاد السكندري والداخلية والخروج من الكاس أمام برامد فكان يعني لازم التغيير السريع وجي التغيير عن طريق اختيار كابتن أسامة نبيه اللي هو رجل المرحلة في الزمالك في فترة حالية وبحسب تعليمات أو تأكيدات مجلس دارة الزمالك أن الراجل مكمل لنهاية الموسم أيا كانت النتائج وبعد كده ينظره في الأمر أو ينظر في تجربة ينظر في تجربة النهاردة للكابتن أسامة في خلال جلسته معه أنا كنت متابع حضرتك يعني اتكلمت عن أربع الجلسات اللي تم عقدها اليوم فدائم كانت من ضمنها تأكيد على أنه كل الدعم ليه زي ما كان فيه كل الدعم للبرتغال في ريرا كل الدعم حتى لدرجة قالوله احنا اخترنا صفقات بناء على اتفاق مع مستر في ريرا لو أنت عايز أي تغيير في خلال الخمسة أيام دول نقدر نتحرك في الملف سريعا وانحقى لك أي طلبات أنت بحتاج طيب عظيم جدا حسام سريعا برضا في ملف الزمالك أبرز اتفاقات اللي انت شايف أن الزمالك بيحتاجها الفترات اللي جاي أو على الأقل يعني المراكز طبعا يعني أنا بس هضيف على كلام مطوع أنه يعني فريرا عمل موسم تاريخي مع الزمالك السنة اللي فاتت لازم الفلش ده وهو الرجل بيمشي المطلوب للكابتن أسامة نبيه أنه سريعا لأنه خلاص فاضل خمس أيام تقريبا على غلق باب القيد أنه هو اللي يكون صاحب الرأي وصاحب القرار أولا احنا شفنا الأيام اللي فاتت والمباريات الأخيرة في مشكلة في الباكليفت في الزمالك بعد يعني استبعاد أو خروج عبدالله جمعة وأحمد فتوح أحمد فتوح طبعا الظاهير الأساسي شفتنا خلاص في صفحة جيدة الذي حيث وفي أسماء كتير لكن أنا أقصد أنه حتى محمد عبد الشافي برضو لأنه واضح أنه التقدم في السن البابود مش قادر بس هو الرجل من الناس المخلصين في نادي الزمالك فبالتالي كابتن أسامة يكون هو صاحب القرار في الناس اللي تمشي الناس اللي تعود لازم يتوفر له أكبر قدر من الاستقرار زي ما حصل مع فريرة من السنة اللي فات لغاية لما حصلت الهزة الأخيرة لفريرة فأسامة نبيه مطلوب برضو أن هو يتوفر له نفس الدعم لأنه طبعا أنا نفسي نفسي أن نشوف أسماء شابة زي الكابتن أسامة نبيه نشوفنا وليد الراكراكي وتجربته النجحة مع المغرب فنتمنى نشوف الكابتن أسامة نبيه نشوف كابتن طارق مصطفى عمل تجربة هيلة في المغرب الكابتن عبد الحميد بسيوني قبل كده فيه أكتر عبد الباقي جمال عندنا ناس تستحق الفرصة حقيقية لا أنا أتكلم على يعني نجاح اللموذج المغرب مش فقط عشان المدير الفني لا ده كمان منطومة كاملة طيب سريعنا عايزين ننتقل لملف كهربا ووصل لفين طيب ملف كهربا لغاية دلوقتي كان آخر كلام فيه الخطاب اللي طلعوا اتحاد الكورة للنادي الأهلي وسمح فيه أو قال فيه أنه كهربا من حقه أنه يشارك لحين صدور قرار جديد دلوقتي المفروض هيكون فيه جلسة استماع مع لجنة الانضباط في الفيفا يوم 2 فبراير وبناء على اللي هيحصل فيه جلسة الاستماع هيكون المنتظر قرار جديد تحاد الكورة قال لحين إصدار قرار جديد سواء بإيقاف كهربا أو أيا كان القرار الجديد كهربا من حقه يشارك مع الفريق وبالتالي كهربا موجود مع النادي الأهلي وهيسافر هيشارك في كأس العالم الاندية محمد شايف أن المشكلة بتاعة كهربا اللي هي مشكلة القضائية أو العقوبات يعني المفروضة أو العقوبة المفروضة على كهربا يدفع الغرامة لنادي الزمالك هتأثر عليه فنيا فيه كاس العالم لا أخو فنيا بباين أن كهربا يعني بعد الأمور دي عن نفسه تماما ولكن أنت بتتكلم أن فيه أيام يعني خلال أيام قليلة قد تجدد العقوبة من جديد خاصة بعد الزمالك ما عمل الشكوى الشكوى جديدة بيأكد فيها أن قهربا شارك ومش من حق المشاركة طبقا للليحة رقم 24 المادة رقم 24 أن أي عقوبة بتجدد تلقائيا طالما أنت ما نفستش الشق المالي فيها فهي بتجدد تلقائيا وده المبدأ الزمالك بيعتمد عليه ومعتمد عليه من خلال المحامي الإيطالي معاه برا في الفيفا يعني الزمالك مكمل في شكوته وقهربا نحيا فنية لا قهربا بعد الأمور دي بدليل أن احنا نشوفها نتعلق في مبارات سموحة ومبارات الزمالك ده عظيم جدا طيب منضوع نادي إسماعيل لحد الآن لحد الساعة الوقت اللي احنا نتكلم فيه ده نادي إسماعيل من غير رئيس للنادي صحيح من غير مجلس إدارة من ساعة استقالة المهند السحية الكومي ووزير الرياضة قبل الاستقالة وبعدين وزير الرياضة طلع أكتر من بيان بيقول فيه أن لسه ما زلنا بندرس الأمور القانونية والإدارية والغالية داخل نادي الزمالك وأنه هيتم تعيين لجنة إدارة لحين إجراء انتخابات في الموعد المحدد للجامعية العمومية اللي هو من 1-7 من غاية آخر أكتوبر السنة الجاية السنة دي 20-23 كمعانا خبر مبارح كمعانا خبر مبارح بيقول أن الكابتن علي بوكريش هو فترة انتقالية تمام المفروض أنه بكرة إن شاء الله يصدر قرار من وزير الشباب ورياضة باللجنة الكاملة هو على رأسها قد يكون الكابتن علي هو الأقرب ولكن الكابتن علي برضو عرض عليه في بداية الأمر ورفض وبعدين التواصله معاه مرة تانية كان فيه كمان كلام المعلومات اللي عندنا أنه تم التواصل لاستطلاع رأي الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب ورياضة الأسبق وهو طبعا أحد الرموز في الإسماعيلية وأكتر من رمز داخل الإسماعيلية ولكن للأسف الأجواء المحيطة بالنادي الإسماعيلي مخلية يعني 99% من الناس اللي عرض عليهم الأمر بيرفضوا يعني خوفا من المشاكل اللي جوه النادي والمحيطة بالنادي لأنه للأسف خلال السنوات الأخيرة ما فيش أبناء النادي مش وقفين جنب النادي للأسف ولكن الإسماعيلي يستحق مننا كلنا وقفة خلال أيام القادمة لأنه نادي شعبي ونادي ليه تاريخ كبير نتمنى أن اللجنة اللي تيجي الناس تلتف حواليها خاصة أبناء النادي نفسهم محمد يعني لانشان ما نبقاش يعني نتكلم بشكل محدد أكتر أزمات النادي الإسماعيلي الداخلية لو عملناها كده في منشطات هتقول إيه الأزمات المالية الإسماعيلي مشكلته الأساسية هي الأزمة المالية والدليل على كده تصرحت ميدور مدير الفني لفريق الإسماعيلي قالك أنا اتفقت مع صفقات ومش هتتم إلا في وجود مجلس يعني مع كامل الاحترام للأسماء الجميع اللي مطروحة من قبل الوزارة واللي حسام تكلم عنها بلكن أنا شايف أن إسماعيلي محتاج رجل أعمال عنده فكر يعني رجل أعمال مش مجرد أنه جاي معاه فلوس وعنده فكر يقدر يدير موارد للنادي يقدر يصرف على خطة طويلة الأمد وخطة قصيرة الأمد قصيرة الأمد أن تقدر تصرف تدي مستحقات للعيبة تتعاقد مع صفقات أجهزة فنية اللي ما بتاخدش فلوسها حتى الآن فأنت محتاج تحل المشاكل دي عشان تقدر تمشي في الدول وبعد كده تبدأ توفر موارد المالية اللي تخليك تبقى ترجع الاسماعيلي الكيان الكبير اللي الناس بتستنى منه أي نتائج على أي حال يعني زي ما انت كنت تقول يا حسام فكرة أن احنا كلنا يعني نقف في جنب نادي لي شعبية ونادي من أقدم الأندية في مصر دي أو النادي وصل خد بطولة أفريقيا ده حيئي ده حيئي وده على فكرة يعني مش من صالح الرياضة في مصر سقوط نادي زي الإسماعيلي أو سقوط نادي زي الزمالك أو سقوط نادي زي الآلي دول أقطاب الكرة في مصر مش من صالح الكرة المصرية تماما أن أي من الأندية الكبار دي الأندية الشعبية الأندية القديمة لي يتاريخ أن هي تسخت على أي حال شكرا جزيلا حسام زايد مش زين يا جماعة شكرا لصدر جاء شكرا شكرا طلعت عليه إشاعة محمد بنطوع شكرا جزيلا